أثناء منها صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش مجوز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح سيسي بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في الألعاب المختلفة ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية والاستعداد من الآن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة عام 2024 وخلال استقباله اللاعبيين واللعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في توقي 2020 صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بما حققته البعثة الأولمبية من نتائج وحصيلة الميداليات وإسهمهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية مؤكدا تقدير الأبطال المصر الرياضيين لما يمثلونهم من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولا للهدف أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه شريف بتكريم أبنائه وبناته من أبطال مصر لما حققوه من إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 وأوضح الرئيس السيسي أنهم يمثلون خير قدوة لشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار مؤكدا دعمه الدائم والكامل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ورفع اسم مصر عاليا في المحافلة الدولية داعيا إياهم للاستعداد لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتضمن مشروعات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر مراكز للتدريب الفني لبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير وذلك بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء وجه الرئيس السيسي كذلك بإجراء المراجعة الضقيقة المنتظمة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة لإثثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة وخلال اللقاء استعرض رئيس الهيئة تقريرا حول تحليل بيانات الإثثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من العام المالي 2020-2021 وحقق صافي تدفقات الإثثمار الأجنبي خلال هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق عليه حيث بلغت نسبة الارتفاع 47.13% بمقدار مليار و429 مليون دولار وتأتي تلك المؤشرات اتصاقا مع التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتي أفادت بتوقع تحقيق الإثثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نموا سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة أعلنت مؤسسة حياة كريمة تكلفها بالمصاريف التعليمية للطالبان ندا حربي حسن محمد ابنت محافظة أسوان الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية للتعليم والتدريب شعبة سكرتاريا طبية وذلك بمجموعة 99% وتنفيذا لتوجيهة الرئيس السيسي حيث قررت مؤسسة حياة كريمة التكفل بمصاريف الطالبة التعليمية كاملة حتى انتهائها من العملية التعليمية بالكامل ألوة على توفير فرصة عمل ملائمة توفر لها ولأسرتها الحياة الكريمة وذلك تكريما لتفوقها الرياض العلمية أعلنت وزارة الصحة خروج 199 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه الرعاة الطبية اللازمة وتمام شفاءهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفى إجمالية متعافية من الفيروس إلى 234449 حالة وفي بيانها اليومي أعلنت الصحة تسجيل 112 حالة إيجابية جديدة وخمس حالات وفاة ختم مجازة ثامنة فاصل معودل استكمال لفقرات برنامج سبعة خيريا مصر ترجمة نانسي قنقر